موسيقى ومتابعين الكرام نصير بكم في هذا الانطلاق نصير في التحدي نصير في الإثارة لمسافة الثلاثة كيلو مترات في هذا اليوم المميز ركز يابو صابر ثلاثة كيلو مترات في الانطلاق والتحدي الجميل نعود هنا إلى الصدارة نتابع المقدمة نتابع الصدارة ومشعل على صدارة على المركز الأول علي بن حمد بن علي لحويسي من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول بينما هنا هنا يأتينا شاهين سعيد بن خليفة بالضباب الشامسي على صدارة على المقدمة على المركز الأول المركز الثاني شاهين محمد بن راشد بن علم المفتاح الشامسي والوصول من الضياري لعبد الله بن حميد بن قديدة الفلاسي وعلى المركز الرابع القدوم من شاهين محمد بن عتيق بن سيف العميمي وهناك ادهم احمد بن مطر بن محمد الرميثي والوصول من صغان امسري بن سالم بن عرضي الحميري من ياتينا على المركز السادس وفي المركز السابع هنا ياتينا نبه نبه لسالم بن راشد بن غدير لاقتبي من ياتينا سابعا وفي المركز الثامن المركز الثامن والقادم في هذا الانطلاق هنا والتحدي الجميل في هذا الاداء المميز في هذا الانطلاق والتحدي الجميل سيد احمد بن كراز لمهيري من وصل مع الرسمي في هذا الانطلاق وهناك ياتينا الرب دان خليفة بن نايع بن مصبح النعيمي وعاشر المراكز الشارد لمحمد بن عديق بن سالم بن عرضي الحميري هذه هي النتائج للمراكز العشرة الاولى ونعود الى الصدارة نعود الى المقدمة والى شهين المسيطر على زمام الامور على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الاول شاهين من سيطر على زمام الامور لسعيد بن خليفة بالضبيب الشامسي من ياتي على صدارة شاهين الاخر على ثاني المراكز وبدأ يتسلل هنا شاهين محمد بن راشد بن عدي بن مفتاح الشامسي من ياتينا على المركز الاول ويتسلل الى صدارة شاهين يتراجع الى المركز الثاني لسعيد بن خليفة بالضبيب الشامسي وعلى المركز الثالث المركز الثالث وصل الرسمي الرسمي لأحمد بن محمد بن قراج لمهيري من يأتي بالرسمي على المركز الثالث وفي المركز الرابع صغال لمسري بن سالم بالعرضي الحميري وخامس المراكز شاهين لمحمد بن عتيق بسيم الحميمي من يأتينا على المركز الخامس ولكن أرد تسلل من الشارد لمحمد بن عتيق بن سالم بالعرضي الحميري وهنا الصدارة مع شاهين شاهين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لمحمد بن راشد بن علي من مفتاح الشامس من يأتي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني المركز الثاني هنا يأتينا صغان العتيم سري بن سالم بن عرضي الحميري ووصنا أيضا الشارج سيد محمد بن عتيق بن سالم بالعرط الحميري ووصل الكايد وصل الكايد لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري ولكن الشارج شرد الشارج بالصدارة شرد الشارج بالمقدمة تهانينا لمحمد بن عتيق لسالم بن عرط الحميري وسلام للمرموم سلام على هذا الأداء الجميل المركزي الثاني شهيد المركزي الثالث الكايد سيد سالم بن عامر بن عمهي صغان في المركز الرابع من وصل هنا أيضاً على المركز الرابع بسري بن سالم بن عرض الحميري وفي المركز الخامس لسيد خليفة بظبيب سعيد بن خليفة بظبيب الشامسي من وصل على المركز الخامس هنا الوصول في هذه اللحظات والتوقيت الزمني للشاري التهارينا لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرض الحميري على هذا الفوز 4 رقائق 6 و 3 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل تحت أقدام الشاري التهارينا ونموس على هذا الأداء المركز الثاني أتانا شاهيد محمد بن راهد بن عجب المفتاح الشامسي وسقل 4 دقائق 37 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية أما القائد فكان من نصيبه غالث المراكز السالم بن عامر بن عمهي المنصوري وسقل توقيت زمني مقداره 4 دقائق 37 ثانية 7 من الأجزاء من الثانية تهارينا ونموس تهارينا للجميع تهارينا للجميع تهارينا للجميع تهارينا للجميع